يا دكتور أنا يعني سريعا عشان وقت البرنامج عاوز أبدأ وأقول مع حضرتك وحضرك عضو لجنة الفتوى بيقولوا إن طلاق الغاضب لا يقع أنا يعني ما ليش فيه انت بقى لتقول لنا الإجابة يعني النموزجية في هذا الشأن يعني بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام الحبيب المحبوب حبيب الحق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابته أجمعين الغر الميامين وعن كل من كان سالكا على الضرب إلى يوم الدين وأما بعد فلقد سألت عن عظيم طيب الحمد لله وإنه لسؤال عظيم نعم وإن شئت كلت إنه لسؤال خطير لأنه متصل بالتحليل والتحريم تمام فلربما يظن المرء أن الزوجيته قائمة ومباحة وأحلها الشرع الحكيم بينما يظهر الأمر في الشريعة أنه على خلاف ما يعتقده الأخ المسلم الكريم ما هذه المقدمة تمام المشاهدون الكرام استمعوا للسؤال تمام وهو متصل بطلاق الغضبات أو كما ذكرت للأسف يا دكتور كل وحد يزعى المموراتور وهبدها كما ذكرت سيادتكم حكم الطلاق في الغضب تمام فأنا أبين الأمر وأفصله لاتصاله بأمر خطير وأقول للمشاهدين إن الغضب على ثلاث درجات الدرجة الأولى وهي أخفها أن يشعر المرء بما قال بحيث إذا سئل عما قال قال لقد قلت كذا وطلقت امرأتي لكنه الطلاق ممزوج بقليل من الغضب وهذا هو طبيعة الحال من منا يطلق امرأته وباسم الثغر في المدخنين مع بعض باسم الثغر فاتحا فاه باسما شفتاه بيشرب قبات شاي أو يحتسق من القهوة التي أنهيناها من منا يفعل ذلك لا بد أن الطلاق يكون في الغضب المحتمل وإلا لو لم يكن غاضبا وكانت الحياة وردية والعلاقات جميلة ما نطق ببنت شفه بحرف واحد من حروف الطلاق مثل هذه الدرجة الأولى من الغضب التي تكون موجودا عند جميع المطلقين لا تمنع وقوع الطلاق ويكون الطلاق معها واقعا ويحاسب المرء على ما نطق وأنت أيها المزيع أو الإعلام الكبير تعلم حديث سيدنا معاز بن جبل حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينطق به اللسان وعن الكلمات التي تخرج من الإنسان أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله فأجاب المعصوم صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجيب قال ثاكلتك أمك يا معاز ولم يكن يقصد الرسول العبارة الحقيقة وإنما أراد أن يمهد بها للسؤال لأن سؤاله أمر خطير وما ينبغي أن يكون سيدنا معاز قد سأل عنه لأن ما سأل عنه لا يحتاج إلى سؤال دي فايدة عبارة سيدنا النبي ثاكلتك أمك يا معاز ثم تأتي الإجابة بعد هذه العبارة فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على حصائد ألسنتهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم نعم نعيد مرة أخرى وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إذن أنت أيها المطلق لا تحل نفسك ولا تزين لك نفسك ولا يوسس لك شيطانك وأن تفتي نفسك فتكون من الفتائين وليس من المفتين بأن حياتك الزوجية مستمرة لأنك كنت غضبان فهذه شماعة لا تنفعك أيها المستازئ بكلمات لا وبشرع الله عز وجل ويا أيها اللاعب بالطلاق هذا لعب بالطلاق يقع بلا خلاف وبلا أدنى خلاف بين جميع علماء الأمة طيب الدرجة الثانية دكتور قبل أن أقول الدرجة الثانية أصعد إلى الدرجة الثالثة رغم أن السلم لا يصعد إلا درجة درجة لكني أخالف المعهود وأصعد مباشرة إلى الدرجة الثالثة دون أن أقع نتيجة للتجاوز درجة بحمد الله ولكني سأطمئن الدرجة التي تجاوزتها بالعودة إليها مرة أخرى الدرجة الثالثة هي أن يكون الغاضب أثناء غضبه فاقداً معه شعوره ويكون أشبه بالمجنون أو يكون كالمصاب كما يقال بالهستريا بحيث إذا ذكر بما قال ينفي نفياً أكيداً وهو محق في هذا النفي أنه ما جرى على لسانه حرف واحد من حروف الطلاق مثل هذا النوع من الغضب الذي بلغ غايته ووصل إلى ذروة قمته وأفقد الغاضب شعوره وإدراكه وتمييزه وعقله بإجماع أهل العلم لا يقع معه الطلاق